بسم الله وعلى بركة الله نستأنف جلساتنا العلمية والأمر يتعلق بالجلسة العلمية الثانية إن شاء الله وتعالى والمعانونة بالتجديد والتقصيد في علوم القرآن والسنة النبوية وننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى مداخلة أخرى والأمر يتعلق برجل فلسطيني أو بدكتور فلسطيني ياد محمد أبو ربيع وهو من مواليد الكويت عام 1982 خريج الثانوية الشرعية بطول كرم سنة 2000 جامعة النجاح بنابلوس كلية الشريعة الفقه والشريع سنة 2004 وماجستير الفقه الشريع أيضا بجامعة النجاح وهو أيضا خريج جامعة بيرزيت ماجستير تاريخ العرب والمسلمين دكتوراه الجامعة الأردنية سنة 2008 تخصص أصول الفقه ومداخلته حول جهود التجديد والتقصيد في مناهج التعامل مع القرآن والسنة عند القدامى والمعاصرين فله الكلمة إن شاء الله تعالى فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم أحمده سبحانه وتعالى وأصلي وسلم عن النبي المبعوث رحمة للعالمين وبعد فأحييكم بتحية الإسلام العظيم فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ثم أني أشكر كل من حضر وحاضر وحضر وبارك الله فيكم علما أنني وصلت الآن يعني منذ تقريبا ساعة من الدار البيضاء إلى هذه البلاد الرشدية المعمورة عبر الحافلة ومكث ساعتين أنظروا إلى بديع خلق الله سبحانه وتعالى جبال المغرب وهي مكسوة بالثلج والبيض اللهم بارك في هذه الأرض وعليها وعلى أهلها وسكانها وملكها واستقرارها أمين يا رب العالمين أنتقل مباشرة إلى ورقتي هي كما تفضل بعنوان ضوابط تفسير مقاصدي تسمعون هناك مقاصد الشريعة مقاصد الإسلام لكن كما يكون الإمام الشاطبي أن القرآن هو كلية الشريعة وملة الأمة وينبوع الحكمة فالشريعة أصلا مدارها وقطبها القرآن الكريم فحينما نقول مقاصد الشريعة الأصل فيها أن نستمد وأن نستقي مقاصد الشريعة من لب رسالة الإسلام وهو القرآن الكريم فلا يوجد تعريف أو مفهوم سابقا اسمه التفسير المقاصدي التفسير المقاصدي مثل ما قال هناك في إشكال في المفاهيم وتحرير المصطلحات والمفاهيم ما زالت حاضرة حتى الآن لكن اخترنا نقول التفسير المقاصدي بينك حسين يعني ونحاول أن نحرر هذا المفهوم طبعا لغة واصطلاحا لن تحدث عن تفسير وما معنى النظر وما معنى المقصد هذا سهل سأقفز مباشرة إلى تعريف أو تحرير مصطلح النظر أو التفسير المقاصدي يمكنني تعريف النظر المقاصدي في القرآن الكريم أن المتدبر أو النظر في القرآن الكريم يستحضر مقاصد القرآن الكلية يعني يضع في ذهنه مقاصد الشريعة الكبرى والعظمى وينظر في النص القرآني مستحضرا هذه المقاصد العليا عند النظر وتقليب النظر في صور القرآن الكريم لإبراز الغايات استقراءا والكشف عنها استنباطا لأن كما تعلمون النصوص الشريعة المقاصد القرآنية فيها بعضها منصوص عليه وبعضها غير منصوص عليه فإذا كان منصوصا عليه تستقرها وإذا كان غير منصوص عليها تستنبطها استنباطا وتفعلها على أرض الواقع فهما وتطبيقا فهذا التحرير يضم بين جنبيه المعنى اللغوي والأدوات التي هي الاستقراء والاستنباط وأيضا يضم بين جنبيه أيضا أهداف النظر المقاصدي وهو محاولة الفهم ومحاولة التطبيق الأقرب إلى الصواب لأن الطرق الكشف عن مقاصد القرآن الكريم أو الشريعة النص عليها شرفة تلك واضحة وإن لم ينص عليها فلابد للمجتهدي أو المتدبري أو النظري في القرآن أن يعمل اجتهاده ويستفرق جهده لاستنباط هذه المقاصد لكن الإمام الشاطبي له عبارة يقول لحينما سئل كيف نعرف أو كيف نثبت أن هذا مقصود الشارع فقال إنما نحن كلفنا بما ينقضح عندنا أنه مقصود الشارع لا بما هو مقصود عند نفس الأمر إذن هي أمر اجتهادي أيضا أو غالبة الظن عند المجتهد الآن بعد التعريف في المبحث الأول الذي انتهيت منه يعني تعريف المصطلح المركب وهو تعريف مبتكر ولكن له أصول من أهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء لكن كمصطلح التفسير المقاصدي هذا يعني مصطلح مبتكر ومستحدث الآن آتي إلى ضوابط النظر المقاصدي أو التفسير المقاصدي من أهم الضوابط وهي عشرة كاملة عشر نقاط الأول فهم أساليب العربية فهم أساليب العرب لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة إبراهيم الآية 4 وَمَا أَرْسَلْنَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فمن سنن الله سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل ليقوم الناس بالقصد هذا المقصد الكل ولكن هناك أداة وهي بلسان القوم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم للبيان ومعلوم أن العرب لهم أساليبهم ولهم صياغاتهم في تحوير وفي بضع السياقات وبضع الأساليب والمجازل الآخرين معروف والإمام الشافعي أول من حرر ووضع النقاط الحروف في هذا الباب أيضاً الإمام الشاطبي رحمه الله توسع في هذا الباب وقال لأن لابد لفهم الشريعة من فهم مقصود العرب ومعهودهم من الألفاظ والمعاني طبعاً المقاصد الشريعة تعرفون أن المقصد أهم من اللفظ لأن اللفظ أصلاً وضع خدمة للمعاني الألفاظ خدمون للمعاني كما يقول الإمام الجرجالي الأمر الثاني إذن الأول معرفة أساليب العرب الثاني القيام بالاستقراء منهج الاستقراء طبعاً الإمام الشاطبي أول من حرره ووضع ضوابطه وتابعه الإمام ابن عاشور رحمه الله معرفة السياق والسياق هنا اثنان السياق المقالي يعني السياق في الجملة أو الآية والسياق البياني أو المقامي المقامي هو سبب النزول والعبرة في عموم اللفظة بخصوص السبب والإمام الشاطبي يقول النظر في النص لا بد له أن يعرف الأول كلام ويرده على آخره وآخره على أوله لأنه لا يحصل للمتفهم فهم إلا بالنظر الكلي لكلام المتكلم أو لكتابة الكاتب النقطة الثالثة تفسير القرآن بالقرآن إن وجدنا لأنه ليس كل القرآن يفسر بعضه بعضها ليس كل القرآن بعض الآيات يفسر بعضها وهذا منهج نبوي وهناك أمثلة كثيرة ربط الآية بنظيرتها هناك نظائر في القرآن الكريم نستطيع أن نربط آية بأختها الخامس الحق ما تردد بين حكمين إلى أحدهما وهذا الإمام الشاطبي أكثر من نبه عليه مثلاً عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر قال تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجاً إلى آخره وعدت الحامل وضع حملها فربط الآيتين والحق الحامل والمتوفى عنها زوجها جمعت بين الصورتين فماذا نفعل؟ نلحقها بأقرب صورة إليها هذا مثال عند الإمام الشاطبي السادس مراعاة فهم الجزئيات في ضوء الكليات قد ينظر الإنسان يقول قال تعالى انظر هذا قول الله تعالى هذا ما أراده الله نقول له لا هذا نظر جزئي لابد لك أن تنظر إلى هذه الآية في ضوء الكليات اللي هي مقاصد العظمى كالرحمة والتيسير والعفو من أهم الأمثل على هذه النقطة النظر الجزئي مثلا يقول لك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالأقود ويقول لك أنا وعملت معاملة بالشركة ولابد أن تتزم معي بهذا العقد ثم حصلت ظروف طارئة كما تفضل في البداية واخترط الجدول وتقدم وتأخر فهل نعمل الأصل للأخذ بالعقد أم نذهب إلى نظرية الظروف الطارئة ونظرية الظروف الطارئة تنفذ مقصد التيسير ورفع الحرج عن المكلفين فهل الشارع سبحانه وتعالى أراد التيسير أم لم يريد؟ أكيد أراد الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا من أمثلة إن الله يأمر بالعدل والإحسان فالعدل هو تحقيق تطبيق العقد بشروطه التي التزمنا في أولها لكن الإحسان التساهل والتيسير في معاملاته في الظروف القاهرة أو الطارئة سابعاً اعتماد ما صح من التفسير النبوي لأنه معلوم أنه ليس كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير هو ثابت عنه في أمثلة أيضاً اعتبار حالي المخاطب أيضاً هذا من منهج أو ضوابط تاسعاً اعتبار حالي الغيب والشهادة هناك آيات تتحدث عن عالم الغيب وهناك آيات تتحدث عن عالم الشهادة فالماء لو قلت لك ماذا الماء هذا بشكل عام كلكم سيخطر على باله الـ H2O يعني الماء الذين أشربوا هذا لكن في القرآن إذا ضفنا ماء مهين معنى ثاني الماء في الجنة غير عن الماء في الأرض وكان عرشه على الماء هل هو الماء هذا فإمام الشاطبي له رأي هناك في عالم غيب مختلف جداً عن عالم الشهادة أخيراً رد المتشابه إلى المحكم هو الذي أنزل عليك آيات ومحكمات وملكتب واخر متشابهت إلى آخر آية معلومة فلابد لنا أن نرجع الآية خصوصاً المتشابهات إلى المحكمات أكتفي بهذا القدر واستغفر الله لي ولكم وبرك الله فيكم وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة